منذ اختراع الكهرباء تغير وجه العالم اليوم لا يمكن أن تمر دقيقة واحدة من حياتنا دون أن نعتمد على الكهرباء في إنارة منازلنا وتشريل أنجهزتنا وتواصلنا وعملنا وحتى أبسط تفاصيل حياتنا اليومية الكهرباء ليست مجرد وسيلة راحة إنها شريان الحضارة المعاصرة لكن وراء هذا النور الصاطئ للكهرباء يكمن جانب مظلم نفس الطاقة التي تشغل المستشفيات يمكن أن توقف قلب إنسان في لحظة الكهرباء التي تجعل عجلة الحياة دور قد تجعل عضبات الإنسان تنقبض حتى الموت وبينما نضغط زر هنا أو نشحن هاكف هناك نادرا ما نفكر في أن هذه القوة الخفية التي لا ترى ولا تشم ولا تلمس قد تتحول في جزء من الثانية إلى خطر قاتل الكهرباء مفيدة ولكنها لا تسامح لحظة واحدة من الإهمال أو الجهل بقوانينها قد تكون الأخيرة فمن الذي يجعل الكهرباء قاتلة؟ هل هو الجهد أم التيار؟ ومن الذي يحدد إن كانت اللمسة التالية ستكون مجرد وخزة أم الفصل الأخير؟ تابع هذا الفيديو لتعرف أكثر عن التوازل الدقيق بين النهمة والنقمة وبين الضوء وخطر الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في ليلة من الليالي داخل ورشة صيارة أجهزة كهربية في إحدى ضواحي المدينة كان سامي فني كهرباء يعمل وحده لإصلاح طارق الجو مشبع بالرطوبة والعرق يتصبب من جبينه بسبب حرارة الجو كانت يده تنتخل بثقة بين الأسلك فقد فعل هذا مئات مرات ولكنه في هذه المرة وفي لحظة سهو لمس سلكا مكشوفا بيده اليمنى بينما يده اليسرى تستند إلى جسم معدني متصل بالأرض تبعها صرخة مكتومة ثم انقبض جسده بشدة ليسقط أرضا بلا حرار وصلت سيارة الإسعاف لكن القلب كان قد توقف تشنج عضلي عنيف بسبب لمسه سلكا كهربائيا أوقف نبضه لكن ما الذي قتله فعليا؟ هل هو الجهد المرتفع لذلك السلك؟ أم التيار الذي مر أبر جسده؟ هذا هو اللوز الذي نريد أن نخله اليوم لحل هذا اللوز ومعرفة من هو المسؤول عن إنهاء حياة سامي في لحظة سهو علينا أن نعرف العلاقة بين المتهمين الرئيسيين في هذا الموضوع وهم التيار الكهربي والجهد الكهربي نحن نعلم أن الجهد الكهربي والذي نقيسه بوحدة الفولت هو ما يمكن أن نسميه القوة الدافعة والمحركة التي تشكل ضبطا يدفع الإلكترونات للتحرك في الأسلاك الكهربية أي أن الجهد هو السبب الأساسي في حصولنا على التيار الكهربي فإذا لم يكن هناك جهد ستبقى الإلكترونات حيث هي ولن يكون هناك أي تيار لذا فإن الجهد هو الضغط اللازم لدفع هذه الإلكترونات وكلما زاد الجهد زاد التيار الذي نحصل عليه ونعلم أيضا أن التيار الكهربي وهو المتهم الثاني والذي يقاس بوحدة الأنبير يعبر عن مقدار تدفق الإلكترونات أو الشحنة الكهربية عبر الأسلاك الكهربية خلال فترة زمنية مقدارها ثانية واحدة وهنا نجد العلاقة بينهم واضحة الجهد يحفز والتيار يتحرك ولكن ليست الأمور بهذه البساطة فهناك عامل آخر لا يقل أهمية وهو مقارمة الوسط الذي يتحرك فيه التيار والتي تعبر عن إعاقة مادة الوسط لحركة الإلكترونات أو الشحنة الكهربية فكلما كانت المقاومة كبيرة زادت صعوبة مرور الإلكترونات وبالتالي انخفضت تيار لذا فإن المزيد من المقاومة يعني تيار أقل إذن نستطيع أن نقول أن الجهد يحفز والتيار يتحرك والمقاومة أرقل وبالتالي نحتاج إلى ربط هذه المتغيرات الثلاثة معا وهنا تدخل العالم الفيزياء الألماني جورج أوم في عام 1827 وربط هذه المتغيرات الثلاثة بالقانون نعرفه بإسم قانون أوم والذي ينص على أن التيار الكهربي يساوي الجهد مقصوما على المقاومة ومن هذا القانون نواحظ بسهولة أن التيار يتناسب طبيعا مع الجهد وعكسيا مع المقاومة وقبل أن نكمل الشرق ونحدد من المسؤول الأساسي عن قتل سامي هل هو التيار عن الجهد؟ دعوني أطرح عليكم هذه التجربة لديك هنا على طاولة المختبر مصدران للطاقة الكهربية أحدهما مكتوب عليه جهد عالي مقداره ألف فولت وواحد أمبير في حين أن المصدر الثاني مكتوب عليه جهد منخفض مقداره أدنين فولت وتيار عالي مقداره ألف أمبير فأي المصدرين هو المصدر الخطير؟ هل هو المصدر ذو الجهد المرتفع؟ أم المصدر ذو التيار العالي؟ وعندما طرحت هذا الأمر على طلابي في أحد معامل الكهربية كانت مجموعة منهم قد رجحت أن المصدر عالي الجهد هو الأخطر ومجموعة أخرى اختارت المصدر ذو التيار العالي والمجموعة الثالثة رجحت أن يكون كلا المصدرين خطيرين أما المجموعة الرابعة كانت أكثر حرصاً وفضلوا عدم المشاركة في التجربة الإجابة الدقيقة على هذه التجربة سوف تحدد لنا من هو الأكثر خطورة التيار أم الجهد؟ إذن دعونا نستعين بقانون أوم ولنرى أي المصدرين أكثر خطورة هل هو الجهد المرتفع أم التيار العالي؟ لنبدأ بمصدر الطاقة للتيار العالي والذي له القدرة على تزويد الدائرة التيار كعبي مقداره ألف أمبير عند جهد يساوي 2 فولت ولكن هنا الشخص الذي سيمسك طرفي هذا المصدر لن يحصل على الألف أمبير بالكامل لأن له مقاومة ومقاومة جسم الإنسان في المتوسط تبلغ ألف أوم وبتطبيق قانون أوم على المصدر الأول لمعرفة مقدار التيار الذي سيمر في جسم الإنسان عندما يمسك مصدرا جهده 2 فولت فنحصل على أن التيار الذي يمر في جسم الإنسان يساوي 2 فولت مقسومة على مقاومة جسم الإنسان وهي ألف أوم نحصل على تيار مقداره 2 من ألف أمبير أو 2 ملي أمبير وهذا يعتبر غير مؤذي إذن قيمة التيار الكهرباء التي يولدها هذا المصدر لن تخيفنا لأن هذا التيار لن يمر في أجسامنا إلا بقدر ضعيل جدا وهذا يعود إلى جهده المنخفض ومقاومة أجسامنا والآن ننتقل إلى المصدر الثاني ذو الجهد المرتفع ولنحسب مقدار التيار الكهربي الذي سيمر في جسم الإنسان عند لمص طرفيه وهنا نجد أن التيار الكهربي يساوي مقدار الجهد ألف فولت مقسوما على مقاومة جسم الإنسان في المتوسط ألف أوم نحصل على التيار مقداره 1 أمبير وهو تيار قاتل بدون أدنى شك نستمتج من ذلك أن التيار هو من يقتل نعم هو التيار ولكن بدون الجهد الكافي لدى خط مقاومة الجسم لن يمر تيارا من الأصل إذن التيار قاتل لا يحدث إلا إذا كان هناك جهد كافي قادر على اختراق مقاومة الجسم والآن ماذا يحدث داخل الجسم عند الصدمة كهربائية؟ عندما يصاب الإنسان بصدمة كهربائية يمر التيار خلال جسمه باحثا عن مسار نحو الأرض أو نقطة جهد مختلف وفي هذه الحالة يمكن أن يحدث الآتي عند تيار كهربائي أقل من 1 ميلي أمبير يشعر الإنسان بوخز بالكاد تلاحظ من 10 إلى 20 ميلي أمبير تنقبض العضلات بقوة وقد لا يستطيع الشخص تحرير نفسه من مصدر كهرباء لأنه يفقد السيطرة على حركاته أما عند 50 إلى 100 ميلي أمبير تبدأ عضلات التنفس في التوقف عن العمل وأكثر من 100 ميلي أمبير احتمال كبير للوفاة بسبب الرجفان البطيني للقلب المخيف حقا في هذا الأمر أن هذه الأرقام جميعا صغيرة أقل من نصف أمبير كفيل بقتل إنسان في سباني الجلد هو الحاجز المقاوم تعتبر مقاومة الجلد الكهرباء هي خط الدفاع الأول للجسم عندما يكون الجلد جافا قد تصل مقاومته إلى 100 ألف أم وهو ما يكفي لمنع مرور تيارات قاتلة حتى عدة 240 فولت ولكن إذا كان الجلد مبللا بالماء أو العرق أو كان مخدوشا أو مفقوبا أو تم اختراقه بواسط الجسم المعدني فإن المقاومة قد تنهار إلى أقل من ألف أم مما يجعل الجسم مكشوفا تماما للتيار الكهرباء وفي حالة سامي العرق الذي بلل جلده ساعد التيار على اختراق جسده فتجاوز الحاجز الدفاع بسهولة السيناريوهات الخطيرة من خلال تحليل حوادث حقيقية وتجارب علمية نستعرض بعض الحالات التي تجعل الكهرباء مميتة السيناريو الأول الوقوف حافيا ولمس سلك حي هنا يصبح الشخص جزءا من دائرة كهربية مغلقة والجهد يدفع التيار من السلك عبر الجسم إلى أرض وهذا خطير جدا حتى عند جهود منزلية عند 220 إلى 240 فولت أما السيناريو الثاني أن تكون يد على الطرف الحي والأخرى على الأرض هذا هو السيناريو القاتل لكلاسيكي اليد اليون تلمس السلك الحي واليسرى تمسك بسلك محايد يسري الطيار مباشرة عبر القلب ونسبة النجاح هنا بئيلة جدا والسيناريو الثالث الوقوف على أرض مبللة أو معدنية وهنا الرطوبة تقلل المقاومة الأرضية وتزيد التيار النار في الجسم لذا العمل بالكهرباء في أماكن رطبة خطير جدا السيناريو الرابع الصدمة الكهربية الناتجة عن لمس أجسام مشهونة مثل جهاز البندغاف رغم أن الجهد قد يصل إلى ألاف الفولتات إلا أن كمية الشحنة ضئيلة جدا والصدمة تستمر فقط لمايكرو الثانية وهو أمر مزعج لكنه غير مميت لأن فترة مرورها عبر الجسم قليلة جدا كيف نحمي أنفسنا؟ لا يكفي أن نعرف الخطر بل علينا منعه ومن بين أهم تدابير السلامة ارتداء قفازات وأحزي عازلة دائما عند التعامل مع الكهرباء التأكد من جفاف الجسم قبل أي عمل واستخدام أدوات معزولة وعدم العمل على أي دائرة دون فصل التيار الكهرباء بشكل أكيد واستخدام قواطع دارة تفاضلية وهي المستخدمة في المنازل والتي تعرف بأمان الحياة وتعمل على فصل التيار فورا عند اكتشاف تسرب كهرباء بسيط والآن نعود إلى سؤالنا الجوهري من الأخطأ؟ الجهد أم التيار؟ والإجابة النهائية هي التيار هو القاتل المباشر ولكن الجهد هو من يفتح له الباب التيار لا يمكن أن يمر إلا إذا وجد دافعاً وهو الجهد وطريقاً وهو مقاومة خفضة وبدون الجهد لن يتحرك شيء وبدون مقاومة منخفضة لن يتخطى التيار العتم القاتلة فكر فيها مثل سكين حاد وهذا يمثل التيار لا تؤذي أحد وهي على الطاولة ولكن بمجرد أن تقذف السكين بقوة كافية وهذا يمثل الجهد وتجد جداً مكشوفاً أي مقاومة منخفضة تصبح السكين مميتة ودعوني أخبركم أن هناك حالات قد تنجو من صدمة كعربائية قاتلة إذا كانت المقاومة عالية والجهد منخفض وتدخل شخص بسرعة وفصل أمان التيار الكهربي في وقت مناسب قصة السامي تذكير قاتم الكهرباء لا تسامح فهي لا تفرق بين خبير ومبتدئ بين محترف ومستهتر لحظة واحدة من الرفلة قد تكون الأخيرة وإلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا وأحب أن أذكركم الكهرباء نعمة أنعم الله بها علينا فإذا تم التعامل معها بحذر فإنها تزود العالم كله بالطاقة ولكن حتى أدنى إهمال يمكن أن يؤدي إلى كارثة اللهم احفظنا جميعا من مخاطرها أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم وأضاف لكم بعض المعلومات إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع علامة الإعجاب ومشاركته مع أفراد هائلتكم وأصدقائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وسأكون مسرون بالرد على استفساراتكم وتعليقاتكم وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته